إذن نشيل هذه الأخبار العجلة ولكن متعلقة بما يجي في قطع غزة بعد اغتيال الصنوار إذن مصادر الحدث تقول أن حركة حماس قررت تشكيل مجلس قيادة للحركة بدلا من تعيين رئيس خلفا للصنوار وأن حركة حماس بحسب مصادر الحدث ستختار خليفة للصنوار ولكن في الانتخابات القادمة إذن مجلس قيادة حركة حماس يتشكل من محمد درويش وخالد مشعل وخليل الحياة وزاهر جبارين ونزار عوض الله إذن كذلك مصادر الحدث تقول أن مجلس قيادة حماس نال صلاحيات استراتيجية واسعة بعد اغتيال الصنوار إذن هذه آخر المعلومات والتحديثات حول مستقبل حركة حماس في قطاع غزة بعد اغتيال الصنوار إذن مصادر الحدث تقول أن الحركة ستختار خليفة للصنوار ولكن بعد الانتخابات ما يجي الآن أو إلى غاية الآن هو تشكيل مجلس قيادة للحركة اشتركوا في القناة